وصل العشرات من ناشطي الريات السود إلى سيديب بوكر في النقب للمشاركة في تظاهر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي وصل لإحياء ذكرى وفاة رئيس الحكومة الإسرائيلي الأول ديفيد بينغوريون ورفع المتظاهرون شعارات ضد فساد نتنياهو فيما أكد حفيد رئيس الحكومة الإسرائيلي الأول بن ليعزر أنه في الوقت الذي كان بينغوريون يأكل اللبن بالملعقة فإن نتنياهو يدخن السيجار ويستحم في بركة خاصة ويشرب الشمبانيا وفوق رأسه طائرة خاصة وقالت متظاهرة من يرحم أنه لا شك بأن نتنياهو ذكي ولكن الفساد يعمي أعين الحكماء هذا وتم منع الصحفيين من تغطية المناسبة التي سيتم نقلها عبر الفيسبوك من جانبها استغلت منظمة ريجي فيم الاستيطانية المتطرفة الحدث للتحريض على المواطنين العرب في النقب فيما استعملت شخصية بينغوريون وخطابه من عام النكبة وهو يقول بأن من لا يحافظ على النقب لن يحافظ على تل أبيب وتابعت المنظمة التي وصل ناشطيها إلى مدخل سديبوكر أن هناك 85 ألف مبنى غير قانوني وهي ليست في رؤية بينغوريون النقب أنت أنه